بسم الله الرحمن الرحيم هنكمل قراءة كتاب أول الآتين من الخلف للدكتور بهاء الأمير فصل أول الآتين من الخلف قوله أو قبالاه يقول أنطوان بارتلمي الشهير بكلوت بيك طبيب محمد علي باشا ومؤسس مدرسة الطب في كتابه لمحة عامة على مصر الذي كتبه سنة 1840 ميلادية وترجمه محمد مسعود المحرر الفني بوزارة الداخلية سنة 1923 اقتباس فرنسا ونابليون كان سبب حركة الحضارة التي ظهرت في الشرق وتولى محمد علي غراسها في مصر وتعهدها بعنايته حتى أينعت ثمارها على ما هو مشاهد اليوم وما قاله كلوت بيك هو خلاصة أول الآتين من الخلف وما فعله في مصر فهو حملة فرنسية عليها من داخلها وتستكمل نتائج الحملة التي شنها عليها الماسون من خارجها وهو في تكوينه وغاياته وأساليبه ومغايرة غلافه لحقيقته وموقع اليهود من نفسه وغاياته ليس سوى نابليون آخر مموه في اسم عربي وثياب شرقية وهنا نذكرك بفلسفة صناعة الآتين من الخلف في كل أمة ألا وهي تكوين ناشئتها وصناعة أذهانهم ونفوسهم في الحركات السرية أو احتضانهم في حوار اليهود واستكشاف النابهين وذو الطاقات منهم ودفعهم في المسارات التي تسري بهم في أعصاب الأمة وشرينها وفتح الطرق أمامهم للوصول إلى مناطق القوة والنفوذ خصوصا الجيوش وكواليس السلطة غير المرئية لعموم الناس حتى إذا سنحت فرصة أو تم تصنيع أزمة صعدوا بهم إلى رأس السلطة فيكونون بوعيهم وما صب فيهم من فهم للوجود والحياة والتاريخ وبأذهانهم وما تم تعبئتها بها من أفكار وغايات ومقاييس بنفوسهم وما تم تربيتهم عليه من سلوك وقيم وبوجدانهم وما استقر فيه من حب وقره ثم بما يملكون من قدرات ومواهب أداة تسير الأمة في المسار الذي يريده من كونوهم وربوهم ودفعوا بهم في مسارات السلطة وصعدوا بهم إلى رأسها سواء أحاطوا بهم بعد ذلك وكانوا حولهم أم لم يكونوا وكما أخبرناك في كتبنا كلها من قبل اليهود والحركات السرية التي يصنعونها ويستقرون في قلبها ما يعنيهم هو التحكم في المسار وليس العمل في تفاصيل ما يحدث داخله ووجودهم الرئيسي يكون في الأحداث المفصلية المحورية التي توجه المسار في الاتجاه الذي يريدونه وإذا أردت أن تعثر عليهم في هذه الأحداث فالمكان الذي يجب أن تنقب عنهم فيه ليس مسارح الأحداث ومن يتصدرون واجهتها بل في كواليس الأحداث وداخل أدمغة من يتصدرونها فاليهود والحركات السرية في كل الأمم وعبر التاريخ كله تكافح ليس من أجل صناعة الأحداث بنفسها بل من أجل صناعة من يصنعون الأحداث واستيطان وعيهم ونفوسهم وأذهانهم لكي يكونوا ركائب يكمنون في رؤوسها ويصلون على ظهورها إلى ما يريدون فإذا أدركت ذلك ووعيته سينكشف لك مصار بلاليسستان وحقيقة من تصدروا مشاهدها في كل ما شهده تاريخها منذ حملة ماسون فرنسا عليها وثاني ما نذكرك به وننبهك إليه هو آفة الأميين والمؤرخين من الطراض الإمبريقي في تقييم الأشخاص والأحداث والحكم عليها فهؤلاء الأميون يدورون مع الأشخاص ويحكمون عليهم بالأسماء التي يرتدونها والأرضية التي يتغلفون بها والشعارات التي يرفعونها وليس بهوياتهم ولا بحقيقة ما يفعلونه وتكون الأفعال واحدة وما يدبره هذا هو ما يخطط له ذاك وأغراضهم هي هي والمسار الذي يسيرون فيه هو نفسه ثم إذا كان الفاعل اسمه بونابرت أو كوريل فما فعله عندهم احتلال وتخريب وإذا كان بونابرت أو كوريل هذا يتغلف باسم محمد علي أو عبد الناصر فهو نهضة وتقدم ولكي لا تكون كهؤلاء البقر ولكي تفهم تاريخ بلالي صستان والمسار الذي سارت فيه سارت وما زالت تسير فيه ينبغي أن تعي وأن تتفحص الأشخاص وترصد الأحداث أن الحكم على الأشخاص بهوياتهم الحقيقية وليس بأسمائهم ولا سحنتهم وما يلبسونه والحكم على الأفعال والأحداث بحقائقها وما تفضي إليه وليس بما يرفع فوقها من شعارات ولا ما يؤلف فيها من أغان وينشد حولها من أناشيد ومفتاح ذلك كله أن تنتبه إلى المعيار والميزان ولا يذهلك عنه بريق الأشخاص ولا زخرف الشعارات ولا ما يؤلفون فيه الأغاني على أنه إنجازات والمعيار والميزان هو وحي الإله فقط فمن كان فعله والمسار الذي يسير فيه مخالفا للمعيار والميزان فهو فاسد مفسد وعلى باطل كائنا ما كان بريق ما يرفعه من شعارات وما ينشدونه في بطولاته من أناشيد وما يؤلفونه في إنجازاته من أغان وأما إذا غاب عنك الميزان وذهلت عن المعيار فستنتهي بأن تكونك غيرك من الأميين في بلالي صستان كل ما دبر له اليهود والماسون تدبيرا يستغفل به العوام ويمططي أعناقهم وهو يصرخ بسب الغرب يصير عندك من الزعماء وهو لهم من العملاء ومن زعق في الصحف والشاشات برمي اليهود في البحر تراه بطلا وهو من تربية حواريهم وخرج من بين أحضانهم وتغني مع الأميين الأغاني وتنشد الأناشيد في إنجازات من يقولون إنه من المصلحين وهو من المفسدين وإذا لم يغب عنك المعيار والميزان وإذا كنت ممن يرى الأشخاص ويحكم عليهم بتكوينهم وبنائهم الذهني والنفسي وحقيقة ما يفعلونه وليس بالشعارات التي يرفعونها وإذا لم يذهلك اختلاف الأسماء عن أن صاحبها واحد والاختلاف الألبسة عن إدراك أن من في داخلها هو هو فستدرك أن الآتين من الخلف في بلالي صستان من أول أولهم وصولا إلى ثالثهم ليسوا سوى شخص واحد يتم استنساخه على أعتاب كل مرحلة أو نقلة كبرى في مسارها اليهودي الماسوني وأن مسارهم جميعا من أول استنباتهم في حوار اليهود مرورا باندساسهم أو دسهم في الجيوش وصعودهم فيها وصولا إلى وصولهم في أتون الأزمات تلقائية أو مدبرة إلى رأس السلطة في غلاف أن كل منهم هو المخلص الذي سوف ينقذ بلالي صستان من هذه الأزمات ثم سفكهم لدماء من غرر بهم هذا الغلاف وصحقهم لكل قوة في المجتمع تحفظ مساره لكي يتمكنوا من الانحراف به وليكونوا بعد الانفراد التام بالسلطة أداة النقلة القبرى في بلالي صستان واقتراب المشروع اليهودي من غايته خطوة جديدة مسار الآتين من الخلف جميعا ليس سوى السيناريو نفسه ومن يؤلفونه ويخرجونه ويمولونه هم أنفسهم وهؤلاء لا تراهم ولا ترصدهم كاميرات التاريخ لأنها لا ترى المؤلفين والمخرجين والمنتقين الذي يختلف في هذا السيناريو هم فقط من يقومون بتمثيله ويظهرون على شاشة التاريخ ومرة أخرى وكما أخبرناك من قبل مع جمال الدين الأفغاني لن تفهم حقيقة أي حدث في بلالي صستان منذ حملة الماسون في فرنسا عليها ولن تدرك خبيئة من تصدروا هذه الأحداث إلا إذا علمت صلتهم وصلت ما يفعلونه بالمشروع اليهودي الذي يدور كل شيء فيها حوله ويضار من أجله ويقول كلوت بيك عن نشأة أول الآتين من الخلف اقتباس ولد محمد علي سنة 1769 ميلادية بقوله من الثغور الصغيرة في الرمل وقوله بفتح القاف واللام وتنطق قفالة بقلب الواو الشفهية فاء هو النطق التركي لإسم بلدة قفالة وهي مدينة صغيرة في إقليم مقدونيا شمال اليونان وهي ثاني مواني الإقليم على بحر إيجة وتوأم مدينة سالونيكا مدينة الدنما وعاصمة الإقليم وميناؤها الأول وبينهما 150 كيلو متر وفي سنة 1387 ميلادية صارت جزءا من الدولة العثمانية بعد ضم اليونان إليها ويقول المؤرخ إلياس الأيوبي في كتابه محمد علي سيرته وآثاره في معنى اسم قولة اقتباس على تلك الصخرة الفرسية الشكل أقيمت منذ القدم مدينة صغيرة حتى وراضها البندقيون في نقي الأعصر الوسطى وهم يجولون رايتهم التجارية الاستعمارية على سواحل بحر الأرخبيل فلما رأوهم أيضا شكلها أطلقوا عليها اسم لقاذالا أي الفرس باللغة الإيطالية وجعلوها مستودعا لبضائعهم فلما آلت إلى حكم الأتراك حرفوا الإسم وجعلوها قولة انتهى الاقتباس وما قاله إلياس الأيوبي هو أحد وجهين في تفسير اسم كاذالا أو قولة فإليك الوجه الثاني من دراسة موسوعة ويكيبيديا اليهودية عن المدينة بالإنجليزية اقتباس واسم مدينة كاذالا مأخوز من كاذالو الإيطالية أي الفرس أو من قبالاه العبرية بسبب الكثافة الكبيرة لليهود في المدينة القديما انتهى الاقتباس فإليك من أين جاءت كثافة اليهود الكبيرة بقولة وكيف صارت مستوطنة يهودية من الموسوعة اليهودية المطبوعة في إسرائيل في دراستها عن مدينة كاذالا اقتباس بعد غزو الأتراك لبودابست سنة 1526 انتقل يهود المجر إلى صوفيا ثم إلى قاذالا أو قولة سنة 1529 ثم استوطنها السفارديم والأشكناز معا ولكن غلب عليها السفارديم وفي القرن السادس عشر صار فيها أربعة كنيسات وفي سنة 1676 صار اليهود يشكلون ثلثة إعداد المدينة انتهى الاقتباس وما يعضد أن اسم كاذالا أو قولة مأخوذ من القبالا أو أنه من آثار اليهود أن الموقع الرسمي لمدينة كاذالا على الإنترنت يقول إن اسمها قبل المسيحية كان نيوبوليس أو المدينة الجديدة وبعد المسيحية صار كريستوبوليس أو مدينة المسيح والتحول إلى اسم كاذالا حدث في القرن السادس عشر بالتزام مع انتقال يهود المجر إليها واستيطانهم لها وفي أول ظهور لأول الآتين من الخلف في كتبه يقول المؤرخ عبد الرحمن الرافعي في الجزء الثاني من كتابه تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم نشأ محمد علي بمدينة قولة من ثغور مقدونيا وكان أبوه إبراهيم أغى رئيس الحرس المنوط به خفارة الطريق بالبلدة وكان له سبعة عشر ولدا لم يعش منهم سوى محمد علي ومات وعنه صغير السن يتيم الأبوين لا يتجاوز الأربعة عشر من عمره فكفله عمه طص ثم توفى عمه بعد ذلك بمدة يسيرة فكفله حاكم المدينة الشوربقي وكان صديقا لوالده انتهى الاقتباس لأن أبوه مات وهو صغيرا فأمه هي محضنه ومعمل تكوينه الأول كما يقول المؤرخ إلياس الأيوبي في سيرته لأول الآتين من الخلف اقتباس وأما واسم والدته فإن التاريخ بفضل العادات الشرقية التي كانت ولا تزال تأبى على المرأة أن يعرف اسمها خارج بيتها جهله فلم يعرفنا به على أننا كنا نود معرفته لأننا موقنون أن محمد علي مدين لتلك الأم أكثر مما هو مدين لأبيه فقد كانت أمه هذه حادة الشعور حماء الخيال يدل على ذلك المنام الذي يقال إنها رأته وهي حامل بابنها المجيد وفسره بعد العرافين لها فأكد لها أنه يبشر بمستقبل عظيم لثمرة بطنها فلما بلغ ولدها في أول صباه من السن ما جعله قادرا على التفهم فإنها ما فتئت تخبره بذلك المنام لتوجد في فؤاده الميل إلى عظائم الأمور وأخذ المنام الذي رأته أمه وقصته عليه في أوائل سبوته يتردد كثيرا على مخيلته ويوقظ فيها أوهاما غريبة جعلته يحلم ذات ليلة أنه ضمأا شديدا فشرب كل ماء النيل ولم يرتوي فلما كان الصباح قص منامه على الشيخ الذي يفسر الأحلام وتعرف به عند الشوربك فقال هذا له أبشر يا بني فإنما نامك يعني أنك ستملك واد النيل بأسره ولن تكتفي به بل ستسعى إلى امتلاك أقطار غيره فهل يذكرك كلام المؤرخ إلياس الأيوبي عن أم أول الآتين من الخلف ودورها في غرس بذور التطلع إلى السلطة في نفسه وقدح الشرارة السعي إليها والتسلل إلى ما يوصل لها عن الرؤى التي تبشره بالحكم وملك مصر بالصورة طبق الأصل منها التي تراها في كلام ثالث الآتين من الخلف عن أمه وما رآه ورأته له من رؤى فإذا ذكرك هذا بذاك فستكون قد وضعت يدك على مفتاح بنائهم الذهني والنفسي وخطوت الخطوة الأولى نحو إدراك أنه ما في هذا البناء وما فيه من غايات وما يصدر عنه من أساليب ليس سوى نبتتين من بذرة واحدة ومحضنها وتربيتها والماء الذي كونها هو هو وأن المعمل الذي تم تصنيعه ما فيه وتعبئتهما وتقفيلهما هو نفسه وكذلك ثان الآتين من الخلف وصدق إلياس الأيوبي فالآتون من الخلف في بلالي صستان هم جميعا أمهاتهم وليس آباؤهم فأمهم هي الهوية والتكوين والغاية والسلوك وما يحبونه وما يكرهونه وآباؤهم ليس سوى الرداء الذي يتخفون فيه ويصدرونه لمن يحيطون بهم لكي يكون الغلاف الذي يتحركون به في المجتمع والقناة التي يتسللون من خلالها إلى الجيوش ويصعدون فيها ثم يثبون منها إلى السلطة ويمسكون بزمام الدولة والمجتمع لكي يحولوا مسارها في اتجاه الغايات التي أرضعتها لهم أمهاتهم فأسماء آبائهم ليست سوى مطايا يصلون عليها إلى ما أرادته أمهاتهم فإليك المؤرخ روبرت ستيفنز في سيرته لثاني الآتين من الخلف يخبرك بنسخة مطابقة لما أخبرك به إلياس الأيوبي عن أول الآتين من الخلف اقتباس وأم عبد الناصر كانت أقوى أثرا فيه من أبيه وقد نقلت إليه بعضا من دهاء أسرتها انتهى الاقتباس روبرت هنري عبد الناصر صفحة 3 و 2 وأما ما قاله إلياس الأيوبي عن تجهيل التاريخ لإسم أم أول الآتين من الخلف وهويتها وتفسيره لذلك بالعادات الشرقية فليس صحيحا على إطلاقه بل عند العوام وفي الطبقات الدنيا فقط وإذا ذهبت إلى تاريخ الجبرت المعاصر لأول الآتين من الخلف فستجد فيه أعشرات النماذج من الأشراف والعلماء والأعيان يذكر نسبهم من جهة أمهاتهم وسيرة هؤلاء الأمهات وإن لم يكن بأسمائهن فبآبائهن وإخوانهن وإلى من ينتسبن من الأسر وأما أمهات الآتين من الخلف فليس التاريخ هو الذي يجهل أسمائهن وهوياتهن بل يتم هذا التجهيل عمدا وقصدا ليس فقط لأسمائهن بل ولنسبهن ولكل من كان له صلة قرابة بهن لأن التجهيل هو ما يحفظ الهوية الغلاف للآتي من الخلف ومن غيره تنكشف هويته الأخرى والحقيقية وتنسد الطرق التي يتسلل فيها إلى الجيش والسلطة ويتعرقل المسار الذي يريد أن ينحرف ببلالي صستاني إليه وتنكشف حقيقته وصلته بالمشروع اليهودي ففي سيرة جميع الآتين من الخلف ستجد كتب التاريخ في بلالي صستاني ومن يكتبون سيرتهم من الأميين يحدثونك عن آباء الآتين من الخلف وأقاربهم من جهة الأب ولكنك لن تجد إجابة عن السؤال من تكون أم الآتي من الخلف وأين نشأت أو من أين أتت ومن يكون آب أبوها وجده ومن هم إخوتها وأخواله أو ستجد معلومات ملفقة ومبتورة لكي لا يكون في مقدور أحد أن يتتبعها ويصل إلى الأصول الحقيقية للآتي من الخلف من جهة أمه وأما المؤرخ وأستاذ التاريخ في جامعة لندن هينري دودويل فيقول في دراسته الأكاديمية عن أول الآتين من الخلف والتي صدرت سنة 1931 عن مطبعة جامعة كامبرج بعنوان مؤسس مصر الحديثة إن أصول محمد علي وعائلته مجهولة من جهة أمه وأبيه معاه ومنه تدرك أن ما كتبه مؤرخ بلالي سستان عن أبيه هو سيرة لفقوها للرجل الذي يعيشون في كنف خلفائه والدولة التي أسسها ولأنهم هم أنفسهم من نتاج ما فعله في مصر ويريدون تمجيده ويقول أستاذ التاريخ البريطاني هينري دودويل اقتباس وهناك دعوى بأن أصول أسرته تركية أو ألبانية أو فارسية ولكن لا توجد أي معلومات عنها فأصول أسرته مجهولة وغير محددة انتهى الاقتباس ويقول ويقول كلوت بيك إن الأغى الذي كفل محمد علي بعد وفاة أبيه وعمه اقتباس زوجه من قريبة له ذات ثروة وخصب من العيش فتفرغ للتجارة وبرع فيها وربح من المال ما شرف به قدره وعظم خطره ومن محاسن الاتفاق أنه تلقى من فرنسي يدعى الميسيوليون عبارات التشجيع التي نبهت في نفسه الآمال وإيقظة المطامع من نومتها انتهى الاقتباس وأما من يكون الميسيوليون الذي نبه في نفس محمد علي الآمال وأيقظ المطامع فيقول إلياس الأيوبي وتعرف به فرنسي يقال له الميسيوليون وكان على رأس محل تجاري في قوله منذ سنة 1771 فأحبه كثيرا وزوده بالنصائح والإرشادات الثمينة فكان لحب هذا الفرنساوي الأبوي أثر عميق في قلب محمد علي جعله منذ ذلك الحين ميالا إلى الفرنساويين أكثر منه إلى أي جنسية غربية أخرى انتهى الاقتباس الثاني الاقتباس الأول لمحه عامة إلى مصر صفحة 57469 الاقتباس الثاني محمد علي سيرته وآثاره صفحة كنوش فتعرف من إلياس الأيوبي أن الميسيوليون كان تاجرا أو صاحب محل تجاري في قاذالة أو قولة وأهم من ذلك تفهم منه أثر الوسط الذي ينشأ فيه أي إنسان والأشخاص المحيطون به في تكوين ذهنه ونفسه وطبعه بطباعه التي تلازمه طوال حياته وبما يحب طلقائيا ويكره ويميل إلى هذا الشيء أو النمط من الحياة ويفر من ذلك فالذي ينشأ في حوار اليهود وبين أحضانهم يهودي بالتكوين والبناء الذهني والنفسي وما تكون فيه من غايات وما يصدر عنه من سلوك ولو كان عربي الإسم قرشي الأب وأما التجارة التي كان يعمل بها الميسيوليون وأدخل إليها أول الآتين من الخلف دلالا ثم ارتقى فيها وبرع إلى أن صارت هي سبب ارتفاع شأنه وعظم خطره فتعرف من المؤرخ عبد الرحمن الرافعي فتعرفها من المؤرخ عبد الرحمن الرافعي اقتباس وتفرغ لتجارة الدخان فربح منها وكان لممارسته التجارة دخلا كبيرا في تثقيف ذهنه ومرانه على الشؤون المالية وقد لازمه الميل إلى ممارسة التجارة والتطلع إلى أرباحها الوثيرة حتى إنه احتكر تجارة القطن المصري بأجمعها وكان في المدينة تاجرا فرنسي يدعى الميسيوليون عرف محمد علي في صباه وأخلصه الود والعطف وأفاده بخبرته في التجارة ومارس محمد علي تجارة الدخان وكانت تجارته ولم تزل من أهم موارد مقدونية ومن أعظم صادراتها انتهى الاقتباس تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم الجزء الثاني صفحة 258 وستعرف من الذين ثقفوا محمد علي ومرنوه إذا تذكرت ما علمته من أن بين اليهود وكاذالا أو قولة علاقة وثيقة وهي مستوطنة لهم منذ أول القرن السادس عشر ثم إذا علمت أن بين اليهود وتجارة الدخان أو التبغي علاقة أو ثق وليس في كاذالا أو قولة وحدها فقد كانوا يحتكرون تجارة التبغي وصناعته وكل ما يرتبط بها في كاذالا قولة وفي إقليم مقدوني اليوناني وفي اليونان العثمانية كلها اليهود والتبغي والتدخين وبين اليهود خصوصا الأخفياء منهم وتجارة التبغي وصناعته في الغرب كله علاقة تاريخية عريقة تبدأ من اكتشافه في القارة الأمريكية الجديدة وجلبه منها إلى أوروبا فالذي لاحظ إحراق رجال قبائل الشواطئ التي رست عليها سفنهم لأوراق التبغي واستنشاق دخانها واستعمالهم لذلك ثم نقلها إلى القارة الأوروبية لويس ديتوريز وهو أحد المترجمين المصاحبين لكروستوفر كولومبوس في أول رحلة له والتي رسى فيها على شاطئ كوبا وديتوريز هو الآخر ولا تستعجب من اليهود الأخفياء واسمه الأصلي جوزيف بن ليفي في دراسته اليهود والتدخين التي وضعها في كتاب الدخان التاريخ العالمي للتدخين الذي ألفه بالاشتراك مع البروفيسور زون هو ينقل المؤرخ اليهودي الأمريكي وأستاذ التاريخ في جامعة شيكاغو ساندر جيلمن عن كتاب تاريخ جزر الهندي لبرتلومي ديلاس كازاس الذي صاحب كروستوفر كولومبوس في رحلته ودون يومياته أنه اقتباس وفي يوم 2 نوفمبر سنة 1492 رسى كولومبوس على ما عرف بعد ذلك باسم كوبا وأرسل اثنين من طاقم سفينته للاستطلاع فعاد في يوم 6 نوفمبر سنة 1492 وأخبره أنهما وجد قرية يشرب أهلها الدخان فيشعلون أحد طرفي ورقة التبغي ويمصون الدخان من الطرف الآخر وأحد هذين الرجلين هو لويس دي توريز مترجم كولومبوس وكان يجيد الإسبانية والبرتغالية والعربية والعبرية وقد كان هو الذي نقل التبغى وتدخينه إلى أوروبا انتهى الاقتباس ساندر جيلمن وتوريز هو أحد اليهود الأخفياء الذين ظلوا في إسبانيا بعد طرد اليهود والمغاربة منها اقتباس هامش صفحة 278 برد ويقول جيلمن إن يهود السفاردين الذين هاجروا من إسبانيا واستوطنوا مدن هولندا وألمانيا قاموا بدور محوري في نقل زراعة التبغي وصناعة الدخان إلى أوروبا في مطلع العصر الحديث وتزيد الموسوعة اليهودية عليه أنه قسما كبيرا من اليهود الذين نقلوا التبغى وطوروه وطوروا ما يرتبط به من صناعة الدخان ووسائل التدخين كانوا من يهود المارانو هيناري وسيرمان توباكو تريدينج أند اندستريز الموسوعة اليهودية الجزء الثاني صفحة 6 والمارانو هم اليهود الذين تحولوا إلى الكاثوليكية الظاهرا وظلوا على يهوديتهم في الحقيقة بعد استيلاء الأسبان على الأندلس وهي إحدى أكبر طوائف اليهود الأخفياء في العالم ويناظرون يهود الدنما في تركيا العثمانية وأثرهم في أوروبا المسيحية بعد انتشارهم فيها نظير أثر الدنما في بلاد الإسلام اقتباس وفي أوائل القرن السابع عشر أسس اليهودي إزاك إيتالياندر أول مركز لاستيراد التبغي وصناعته في أمستردام وأول عشرة من تجار التبغي وأصحاب مراكز صناعته في هولندا كانوا من يهود السفرديم وفي سنة 1612 سمح مجلس مدينة هامبورغ ليهود السفرديم القادمين من البرتغال أن يقيموا فيها ولم يكن يسمح قبلها لليهود أن يعيشوا في داخل المدينة لأن هؤلاء القادمين كانوا تجارا ويجلبون إلى المدينة الكماليات والسلع غير المألوفة مثل التبغي والقهوة والككاوي والبهارات فصارت هامبورغ مركز صناعة التبغي وتجارته في وسط أوروبا وفي سنة 1648 استوطنت جار التبغي السفرديم مدينة غرونجين في هولندا وفي سنة 1743 ميلادية أسس اليهودي السفردي دييغو دي أكويلر شركة احتكرت تجارة التبغي وما يرتبط بها من صناعات في النمسا والولايات الجنوبية في ألمانيا ثم ورثها عنه إسرائيل هونغ سنة 1788 وفي أواخر القرن السابع عشر كان أول من استوطن ميكلنبرغ من اليهود تجار التبغي فقاموا بتنظيم التجارة ولعب ميشايل هنريش دورا كبيرا في وضع قواعد للتجارة وصياغة العقود في ألمانيا كلها وفي القرن الثامن عشر صارت تجارة التبغي وصناعته في المجر وبوهيميا احتكارا في يد أسرة بوبر في دربوشكا دوبروشكا وأسرة هونغ وكان اليهود يملكون 40% من مصانع التبغي وما يرتبط بها من صناعات في منهايم رغم أنهم لا يمثلون سوى 4% من تعداد المدينة أما في الدولة العثمانية وفي إقليم مقدونيا اليوناني تحديدا فتقول الموسوعة اليهودية انتهى الاقتباس الأول الموسوعة اليهودية جزء الثاني صفحة 6 لعب يهود السفرديم دورا كبيرا فعالا وكبيرا في تجارة التبغي في الدولة العثمانية منذ بداية ظهور هذه التجارة وأفراد أسرة ريكانات البنكية بدأوا نشاطهم كتجان للتبغي في سالونيكا ثم احتكروا تجارة التبغي وصناعته في تيريس ومقدونيا وساروا مع أسرة ألاتينو الموردين الوحيدين للتبغي هامش الموسوعة اليهودية الجزء الثاني صفحة 7 وسيطرة اليهود خصوصا أسرة ألاتيني على صناعة التبغي وتجارته في إقليم مقدونيا ودوران جميع من يعملون في الأنشطة الخاصة بها حولهم يؤكدها المؤرخ التركي سرورك إليكاك في دراساته التي نشرها في عدد شهر سبتمبر سنة 2002 من مجلة دراسات جنوب شرق أوروبا والبحر الأسود وكان عنوان دراسته الاشتراكية واليهودية في سالونيكا العثمانية اقتباس بنت أسرة ألاتيني ثروتها من التجارة والتصدير وكان أفراد الأسرة يملكون أكبر مصانع التبغي في البلقان كلها ويحتكرون تجارة التبغي ويجلبونه من جميع مناطق مقدونيا إلى سالونيكا لتصديره من مينائها وكان لهم مكلاء وعملاء في كل مكان في البلقان حتى في البلدات الصغيرة انتهى الاقتباس هامش سرورك إليكاك الجزء الثاني نمبر ثلاثة وسوف تدرك أن التجارة ترتبط بغايات من يسيطرون عليها ولا تنفصل عن السياسة والثورات والانقلابات التي شهدها عالم الإسلام كله من أجل تغيير مساره حين تعلم أن أسرة ألاتيني مالكة بنوك سالونيكا والتي كانت تحتكر تجارة التبغي وصناعات الدخان في مقدونيا واليونان العثمانية هي الأسرة التي اعتقلت حركة الاتحاد والترقي اليهودية الماسونية السلطان عبد الحميد الثاني في أحد قصورها بعد خلعه ونفيه إلى سالونيكا وهي مستوطنة الدنما وأكبر حوار اليهود في الدولة العثمانية وأرشليم البلقان كما يقول سرورك إليكاك اقتباس كانت سالونيكا عقل البلقان العثمانية وقلبها في وقت واحد وأرشليم البلقان وعند منتصف القرن التاسع عشر كان يوجد في سالونيكا خمسة عشر ألف أسرة يهودية وكان اليهود يشكلون أكثر من نصف تعداد المدينة وثلثي القوة العاملة فيها ويسيطرون على الأنشطة الصناعية والتجارية والمالية فيها سيطرة تامة وكانت اللغة اليهودية الإسبانية هي لغة التعامل في الحياة اليومية في المدينة وسالونيكا كانت ميناء تصدير التبغي الرئيسي في مقدونيا وشمال اليونان أما أكبر مركز لزراعة التبغي وصناعته وميناء تصديره الثاني فهي كاذالا أو قولة ثاني حوار اليهود في اليونان العثمانية بعد سالونيكا ومحضن أول الآتين من الخلف كما يقول ديمتريوس استيرجيوبوليس في دراسته زراعة التبغي وتجارته في كاذالا أو قولة والسياسة المالية للدولة العثمانية نموذجا على التطور المالي في أواخر الإمبراطورية العثمانية والتي نشرها في عدد شهر مايو سنة 2016 من مجلة التقدم في الدراسات التاريخية التي يصدرها قسم التاريخ في جامعة كاليفورنيا وبسبب موقعها من زراعة التبغي وصناعته وتصديره تخبرك الموسوعة اليهودية في دراستها عن كاذالا أنه اقتباس منذ القرن الثامن عشر بدأ طيار من الأسر اليهودية التي تعمل في تجارة التبغي وصناعته يتدفق على كاذالا أو قولة وعند نهاية القرن التاسع عشر كان نصف يهود المدينة يعملون في صناعة التبغي وأغلب الباقين كانوا يعملون في تخزينه وتجارته هامش الموسوعة اليهودية الجزء الثاني عشر صفحة تمانية وعشرين كاذالا وفي بلاليسستان أول مصنع للسجائر في تاريخها تم تأسيسه في عشرينيات القرن التاسع عشر في عهد أول الآتين من الخلف والذي أسسه اقتباس أسسه اليهوديان من دلباوم وهوروفيتس في الإسكندرية بعد مجيئهما إلى مصر الموسوعة اليهودية في صناعة التبغي وصناعته بسم الله الرحمن الرحيم هنكمل قراءة كتاب أول الآتين من الخلف الموسوعة اليهودية